اشتركوا في القناة في الدنيا يشوف اللي أقل منه مستوى ما الواحد يقول والله هاي عنده السيارة الفلانية عنده المرسيدس لازم تكون عندي عنده الرنج لازم يكون عندي عنده الغرض الفلاني وكل شيء يبي يطلبه وتشفي نفسي عليه آخذه لا يابد يكون شوي عنده قناعة عنده الإنسان يكون يغتنع يعني يشوف الشغلة خلاص اللي تصلح له خلاص الحمد لله رفيجك عنده اللي أحسن منها الحمد لله الحمد لله هذه عندي وأنا مقتنع فيها يعني فمادري يعني شرايك شيخ يعني في اسلوب إن الإنسان يعني يحسس نفسي إنه خلاص أنا عندي القناعة هذه المفروض أن الإنسان يكون سعيد باللي الله اكتبى له واللي الله اعطاهي يجتهد للأفضل هذا مشروع طبعا لكن مش دائما ما يرضى ولا يقنع باللي أعطاه الله ويبي إلا أحسن وإلا الأفضل دائما لأن الكمال لله سبحانه وتعالى فالإنسان إذا نظر لللي دونه بيعرف نعمة الله عليه صح بيحمد ويشكر وهذا الكلام يذكرنا بقصة صارت مثلا عند العرب من الجاهلية بعد هذا درس خذناه في ابتداء زمان في طفولاته والقصة تقول أو الحكمة أو المثل الصيفة الصيفة ضيعت اللبن ما يعني الصيفة ضيعت اللبن كان عمر ابن عمر من صارات الجاهلية من صارات الجاهلية من أغنى الناس في الجاهلية وكان سيد قومه ولكنه كبر في السن مع كباره تزوج ابنته عمه خذ ابنت عمه وبنت عمه صغيرة يعني في عمر الشباب هو في سن الكهول الكبار فمع أنه كان من أغنى الناس وأشجع الناس وأقوى الناس حتى صحتها جيدة كانوا صديقاتها يقول لها شوفي أزواجنا نحن في نفس السنة كلهم شباب صغار أنت ليش ما أخدرت جاء العودة فمع كثرة كلامهم أثروا فيها فابطرت على النعمة اللي هي فيها أن ما شافت أن زوجها هو قائد قبيلته وسيد قبيلته وهو أكرم الناس وأشجع الناس ويحبها فوق هذا كله يحبها وما يقصر عليها أبدا فتمت تؤديه حتى طلقها فلما طلقها تزوجت بآخر وكان يعني وسيم مرتاب جميل على ما يقولون يعني الصفات اللي ترغبها أكثر البنات اللي يهتمون بالشكل أكثر شيء فلما تزوجته أغاروا عليهم قوم ثانية وسبوها من عنده فكانت هي تقومة عشان يدافع عنها من النوم هو كان رعديد جبان شديد الخوف فمن شدة روعة وخوفة مات في مكانها وسمع والد عمها هذي اللي هو الشيخ الكبير في السن فأخذ رابعة وقومة وراح غزوهم وأنقذ بنت عمه منهم وقتل ثلاثة منهم اللي كانوا مسكينها في الطريق صابينها ورجعها وبعد راحت ألامنا بترجع لها بتشوف الفرق اللي بينه وبين الأولي فراحت بعد سمعت كلام وتزوجت واحد ثاني بس هالمرة تزوجت واحد فقير ما عنده شيء وكان يخليها هي تشتغل وتسوي كل شيء بدل الخدم والجوار اللي عند ذاك فكانت هناك تطلب تأمر بس هني صارت تتمنى وتطلب ما تجد شيء وكانت هي اللي تعمل في أعمال البيت كلها ففي يوم من الأيام اشتهت اللبن أو الحليب هذه كانت بتشربها أكثر من الماء عند زوجها القبلي اللي هو الشايب فكانت واقفة مع صديقتها فمرت مطايا مرت تسد عين الشمس ومرت غنم جدامها بعد كثيرة يعني حلال واجد مر جدامها فاشتهت حليب الخلفات أو اللبن فكلمت صديقتها قالت اطلبي من صاحب هذا الحلال يعطينا بس لبن نشرب خاطري أشرب مرة لبن فجات صديقتها وقالت حق الرعيان عطوني حليب أو لبن حق صديقتي قالوا له هذا سيدنا اطلبي منه واستأذني منه فراحت استأذنت منه قال لهم أعطوها اللي تبه ثم انتبه لأنه يعرف صديقتها قال من صديقتك من سيدتك قالت فلانة بنت فلان فعرفها فقال أين هي قالت تقف هناك تنتظر اللبن فمر عليها واش قال لها قال لها الصيف ضيعت اللبن هو رجل كريم ومعطاء وغيره بس هو يعطيها درس أنت عندك كان خير فالرطي فيه ما حمدت النعمة ولا شكرت رب العالمين عليها يعني تبينك كل شيء وإحنا عطيناه شيء وكان عندك كل شيء لو نقص فيني شيء ففيه أشياء ثانية يتغطيه لكن ممكن يروح منك كل شيء ولا على التجدين ولا شيء من اللي كان عندي فأصبحت هذا مثلا يقال عند العرب في اللي ايش يكون عندها نعمة وخير ويبطر عليها وما يبيها ويتكبر عليها ويرفسها بقدمها يبيه أحسن ويبيه الأفضل إلى آخره من كلام الناس اللي حوالينها ويقع في أشد ايش الندم والخسارة إذن القصة هذه اشتفهمون منها اشتستفيدون منها يا شباب شن تعلم منها من يقول لنا قولي مانا لا تشوف اللي أعلى منك مستوى تشوف اللي أعلى قدك أيوة أحسن لأن هذا جا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فهو أظهر أن لا يشتزدروا نعمة الله عليكم يعني الإنسان إذا شاف اللي أقل منه يحمد ربنا أحسن وأنه في خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى ولا بيكون حالة مثل اللي تحت منه وإذا شاف دائما اللي أعلى منه بيجي في نفسه يتمنى ويتمنى 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 ويمكن ما يواصل لهالشي ولا يحصل عليه غيره حكمة ثانية أحمد ربك أن نعمل أنت فيك دائما نحمد ربنا على إيش اللي إحنا فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق المحارمة تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن ايش أغنى الناس بعد لازم نحمد ونشكر النعمة في النهاية على أي حال كنا فيه صح ولا لا في النهاية الشاعر يقول إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم لازم نحمد ونشكر الله على ما أكرمنا به وأعطانا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلة بذلك نرى رضى الله سبحانه وتعالى ومحبته ونعيش مستريحين من الداخل نفسيا بالقبول وهذا عند أطباء علم النفس يسمونه الثبات النفسي وهو قدرة الإنسان على قبول حاله وترتيب وتهيئة نفسه على هذا الحال والرضى به فيعيش مرتاحا مطمئنا نفسيا وكذلك من الناحية الشرعية بقضاء الله وقدره وفضله علي اشتركوا في القناة